ولنقاش ملف الانتخابات المبكرة والصراع الأحزاب والكتل على المناصب ومحاولات بعضها إعاقة إجراء هذه الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من ملمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم نحياكم الله كشف تحالف الفتحة عن عرقيل كثيرة تمنع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ما مدى صحة ذلك؟ ما تكلم به الفتح هو بالحقيقة صحيح وهم الكذوبون طبعا لأن الانتخابات على ما يبدو ستكون صعبة التحقيق في شهر السادس من العام المقبل وإن لم تكن صعبة التحقيق فإن النزاهتها ستكون صعبة لماذا؟ لعدة أسباب لأن الكتل ما تزال غير متفقة على تعديل القانون للانتخابات الجديد هذا من ناحية من الناحية الثانية هناك إشكالية التزوير لأن البطاقات البيومترية لم تحدث هذه البطاقات إلى حد الآن ولا يبدو أن الحكومة تجادت في مسألة تحديث هذه البطاقات وهي أساسا البطاقات البيومترية نقطة خلاف لأن الكتل كلها أو معظم هذه الكتل متفقة على عدم استخدام البطاقات هذه لأنها ستضمن نسبة كبيرة من النزاهة أو عدم التزوير هناك مسألة جدا مهمة بالنسبة لاستحال التحقيق أو صعوبة تعقيق الانتخابات هي مسألة الوضع المالي الصعب الذي تمر به الدولة العراقية الحكومة غير قادرة على تسداد الرواتب الموظفين فما بالك يجب أن تعمل ميزانية للانتخابات وللجنة المشرفة على الانتخابات وهي ميزانية ضخمة وعملية التنظيم هذه لم يبدأ بها لحد الآن بسبب عدم وجود ميزانية هناك كل أدة عواقق وعراقية تحول دون إمكانية القول بأن الانتخابات يمكن أن تتحقق في شهر السازن العام سيد لابيد هل الوضع الأمني والإنساني للنزحين يمكن أن ينتج انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب العراقي كل الشعب بالنسبة للوضع الأمني تحققت انتخابات السابقة خمس انتخابات تحققت في ظل وضع أمني سيء وأسوأ ربما من الوضع الأمني الحالي العراق حالة أمنية متستمرة لم يستطب الأمن يوما في العراق منذ الاحتلال وبالنسبة للنازحين مشكلتهم مستعصية أيضا وجرت مع ذلك في عام 2018 انتخابات وكانوا معظم المناطق والمحافظات السنية فلنقول ذلك كانوا معظم سكانها مهجرين في المخيمات ومع ذلك أجروا انتخابات فهذه الدولة هذه الحكومة وهذا البرلمان لا يبالي بالنازحين وغير النازحين ولا بالملف الأمني هم يريدون أن يسلقوا الانتخابات كيفما شاءوا ولكي يعودوا إلى البرلمان منرة أخرى ويعيدوا انتاج نفس الحكومة ونفس الطغمة الفاسدة يعاد انتاجها في الدولة فلا معوقات لا أمنية ولا سكانية ولا حتى مالية تحول دون إرادتهم في مسألة إعادة انتاجها مع ترشح نفس الوجوه والأحزاب وهذا الكم الهائل من الأحزاب التي تم ترخيصها مؤخرا إلى أي مدى يمكن للعراق الخروج من دائرة الأحزاب الطائفية في الانتخابات المقبلة؟ لا يمكن صعبة لا يمكن حتى يعني حتى إذا حققوا هذه التعديلات سمعنا أنه عدد الدوار سيكون 80 أو 83 دائرة انتخابية وسمعنا بالانتخابات الفردية بدل انتخابات الترشيح الفردي بدل الترشيح النسبي إلى آخره لكن هذه تبقى ترقيعات لماذا؟ لأن هناك عدة عوامل تجعل الطغمة الحالية والكتل الحالية تعيد نفسها فالمال السياسي له دور كبير في مسألة الفوز بالانتخابات النفوذ العشائري والنفوذ الحزبي له عامل أساسي في هذه المسألة قدرة الميليشيات على التحكم أو التأثير على حرية التصويت بالترهيب أو بالترغيب هذه مسألة أخرى فإذا هناك غياب كبير لتكافئ الفرص بين الناخبين ماذا الناخبون الشباب النزيهون هم عبارة عن فقراء لا يمتلكون هذا النفوذ الذي تمتلكه هذه الكتل السياسية التي كونت مالا فاسدا مليارات من الدنانير تستطيع بها أن تتحكم بالمزاج والشعب العراقي بالحقيقة العراقي نصفه أو أكثر من نصفه عبارة عن عميين ومن السهل جدا شراء ذمم كثير من الناس أو خدع كثير من الناس لأن الناس أيضا هناك عقلية عشائرية وهناك عقلية دينية وهناك من يصغي إلى توجيه الشيخ وتوجيه السيد فمن الصعب مواجهة أو تحدي هذه القوة الهائلة لأصحاب الكتل الكبيرة من قبل شباب يافعين حاليا نزاهتهم لا تكفي لخوض معركة انتخابية بهذا الحجم شكرا جزيلا لك عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي حدثنا عبر الهاتف من ملمو